موسيقى بنستكمل مع بعض هنا في الهيومن ريسورس بلانينج بروسس 6 of 13 بنكمل مع بعض عملية تخطيط الموارد البشرية وهنكون هنا في النقطة دي هنتكلم أكتر على جزئية يعني هنكمل ونتبع جزئية تحديد الأهداف والتخطيط الاستراتيجي ونكمل في الجزئية عندي بكمل هنا وعندي تاكتك واستراتيجية بتستخدم في إدارة الموارد البشرية هي لما ترتفع علي التكاليف التشغيل أو تكاليف الرواتب فبنعمل حاجة اسمها downsizing أو تقليل الحجم أو التقليص طيب بيتم ازاي عملية downsizing هنا معين reduce labor cost بقلل وقلص وألل تكاليف العمالة اللي عندي باستخدم technological changes reduce need for labor باستخدم تغييرات تكنولوجية واستخدم مثلا استخدم machine أو مكينة أو تكنولوجيا معينة واستغني عن الحاجة للعمالة وأوفر وقت ووفر مجهود ووفر تكاليف للعمالة اللي عندي باستخدام التكنولوجيا والروبوت والتكنولوجيا الحديثة organization change business location for economic reason في بعض الحالات المؤسسات والشركات بتعمل عملية organization change بغير موقع العمل لسبب إن اللوكيشن أو الموقع للعمل ممكن يكون مثلا نواخد قطعة أرض أو مصنع في مكان غالي لا ممكن بدل ما أصنع في كندا أنقل مصنعي أو أدي الصين أو أدي إندنيسيا يبقى for economic reasons أو لأسباب اقتصادية وتقليل التكاليف أنقل مصنعي أو أنقل اللوكيشن بتاعي من مكان إلى مكان زي عندنا مثلا موضوع الشرائح الإلكترونية لابتستخدم في صناعة السيارات والسفن وكل صناعات المنزلية التلاجات الغسلات كل الرقائق الإلكترونية في أجهزة الكمبيوتر والروبوت بما بيتمش تصنيحة في الات المتحدة الأمريكية رغم التصميم ممكن يتم في شركات أمريكية بيتم تصنيحها مثلا في تايوان تمام فبغير اللوكيشن عشان أقدر يبقى عندي economic reason أفضل وأقدر يبقى فيه استفادة من تقليص التكاليف برضو لازم أعمل has negative effects on long term organizational effectiveness بنقول إن موضوع تقليص حجم الشركة وتقليل الحجم بتاعها بيعمل لي negative effects تأثيرات سلبية on long term organizational effectiveness على المدى البعيد على كفاءة تمام كفاءة وفاعلية المؤسسة في الشغل تمام ليه؟ لأن الموضوع بيتم لما بعمل عملية downsizing وتقليل للعمالة وتكاليف العمالة leads to a lost talent بيؤدي إلى ويذهب بي إلى ويؤدي بي إلى عملية تقليل وفقدان المواهب والعمال الماهرين واللي عندهم مهارات وعندهم مهارات مكتسبة مهمة جدا للعمل بتاعي زائد لو بيعمل disrupt the social networks needed to promote creativity and flexibility زائد اللي هو بيعطل بي disrupts بيعطل بيشوش the social networks اللي هو الشبكة الاجتماعية needed to promote creativity اللي أنا محتاجة عشان تطور وتكبر وتعزز creativity لإبداع وفليكسبلاتي المرونة يعني عايز يقول لي من الآخر اللي بيحصل مشاكل مجتمعية اللي فيه ناس بتفقد وظائفها بيبقى فيه بطالة بيبقى فيه مشاكل وده بيسبب مشاكل مجتمعية وده ما بيخليش فيه إبداع في المجتمع ولا فيه مرونة وده بيعمل مشكلة مجتمعية لأن طبعا الناس بتفقد وظائفها بيحصل مشكلة ببطالة كبيرة let's go to irreplaceable assets فبيقولك هنا في الحالة دي أنا بحاول أذهب إلى الأصول التي اللي يمكن تعوضها يعني عايز أقول إن الpersonal assets أو الأصول الأشخاص والعمالة المهرة اللي عندي والمهندسين المهرة اللي عندي لما أفتقدهم في مصناعي وأطردهم من الشغل وأطردهم من وظائفهم ده بنعتبرها أصول لا يمكن استعادتها أو لا يمكن تعوضها بينما لو اشتريت أرض وحصل فيها مشكلة ممكن أشتري خدعت أرض تاني ولكن أشخاص لأنا أعدت وقت كبير جدا لأنا أمرنهم وأدربهم وعملهم تدريبية مكسفة وأعلمهم وهم اللي بيدوني القيمة المضافة في الشغل بتاعي وأطردهم من شغل وأفصلهم ده بيعمل مشكلة كبيرة جدا عندي وتبقى اعتبر أصول لا يمكن تعوضها ولا إلا أنا أحلم حلها بأي أصول تاني motivation levels drop off بنقول برضو أن مستويات التحفيز drop off motivation تحفيز levels مستويات التحفيز مبقاش في حافز عنده العمال وعند العمال اللي عندي بيحصل drop off بيحصل تخفيد وتنخفض مستويات التحفيز عندي وبقى الناس بتشتغل عندي بطريقة مفيش أمل في بكرة ومفيش حافز عنده فدي مشكلة كبيرة جدا من موضوع downsizing رغم اللي هو بيشتغل معايا بيقلل لي عملية التكليف بنفس الموضوع في ال human resource planning process بنكمل مع بعض موضوع goal setting و strategic planning إزاي إلا أن أحدد الأهداف وأخطط بطريقة استراتيجية هناخد بنا على موضوع وحركة تتعمل برضو في موضوع اللي أنا أحاول أعمل عملية اللي أنا أقلل تكاليفي في المؤسسة بتاعتي فبنا نلجأ إلى early retirement programs and buy outs اللي أنا بلجأ إلى برامج التقاعد المبكر early retirement programs والbuy out اللي أنا أشتري يعني أشتري يعني أقول له والله أنت فاضل لك خمس سنين وتطلع معاش خد إرشين خد لك مثلا 40 ألف ريال 30 ألف ريال ويسيبي الشغل بحيث كده أنا على المدى البعيد وفرت مرتب تمام؟ لما واحد مثلا يوصل إلى سن معين فيسموها buy out يعني هو مش اللي لازم استناه اللي هو يصل إلى سن التقاعد بعمل برنامج أو بشتري السنين اللي هي فضلاله في الشغل والله بدل أحسنها بدل ما يكلفني في خمس سنين روايته بخمسمائة ألف ريال لا أنا أديره بقيت مئة ألف ريال ووفر تكاليفي على المدى البعيد بنعمل الحكاية دي عن طريق طبعا حتة البيبي بومرز هي مش مقصوب بيها بيبي ولا أطفال في عندنا في الولايات المتحدة الأمريكية زي expression زي عندنا ال expression ده أو التعبير الإنجليزي ده يقولك baby boomers وهم تقريبا الناس اللي تولدت في فترة زمانية معينة أنا مش متذكر وزبط من 1960 ل 1975 تقريبا ده بيسموهم baby boomers أو اللي تولدوا بعض الحرب العالمية التانية أو حاجة كده ودي كانت موجودة على فكرة في الإنجليش اللي كان واخد اللي هو level 2 في الإنجليش في الإيكيو كان فيه درس كامل عن موضوع البيبي boomers والmillennial والحاجات دي دي يعني من الآخر هم الناس اللي سنهم كبير اللي تولدوا بعد الحرب العالمية وأنا مضطر لو بنتكلم في التاريخ النهاردة اللي أنا أعمل لهم عملية delaying retirement أعمل لهم تأخير للتقاعد لأن مثلا ممكن التقاعد يكلفني فلوس كتير جدا كتأمين صحي وتقاعد لا فممكن إيه اللي أنا أأجل شوية موضوع تمام التقاعد بتاعهم لتوفير الأموال تمام يبقى البيبي boomers هم مجموعة من الأشخاص تولدوا في سنة معينة فبعمل لهم delaying retirement بعمل لهم عملية تأخير للتقاعد بعد كده employers concerned about losing the experiences implicit knowledge of older worker هنا دي حتة مهمة جدا employer هم أرباب العمل أو أصحاب العمل concerned about losing the experiences بيبقوا دائما مهتمين جدا وقلقين جدا من موضوع اللي هو اللي أنا أفقد الخبرة losing the experiences ليه؟ لأن طبعا المعرفة الضمنية للعمال الأكبر سنة بتبقى كبيرة وعندهم معرفة ضمنية ومعرفة بالعمل بخبرات كبيرة جدا وده بيبقى مهم جدا للشغل فأنا لما أعمل برامج تقاعد بتخلص من الناس اللي عندها خبرة وده ممكن يؤثر على كفاءة العمل فهم بيهم employer concerned about losing experience أصحاب العمل بيبقوا مقلقين جدا losing the experiences من فقدان losing experiences الخبرات والخبر implicit knowledge اللي هي المعرفة الضمنية أو المعرفة أو العلم اللي عندهم of older workers للعمال والعمالة لا سنها كبير طيب بس احنا لازم نحط في الحزبان